دلوقتي مشاهدين معد موجز لهم الأخبار مع ميرنا شكرا ليك شازلي أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرانتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن الرئيس عبدالفتح السيسي عددا من القرارات الهمة بهدف تخفيف الأعباء عن كهل الموطنين من أبرزها زيادة وعلى وضغلاء المعيشة وإعفاء المتعثرين من فوائد وغرمات الأقصات المستحقة كما وجه الرئيس السيسي خلال كلمته لدى افتتح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ تلك القرارات وخلال كلمته أكد رئيس السيسي أن دولة تسعى لزيادة الأراضي الزراعية لتوفير فرص عمل للشباب لفتا إلى أنه يقدر حكم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضعفتها الأزمة الأوكرانية أعلنت هيئة المواني البحرية الأوكرانية أن سفينتين شحن وصلتا إلى أوكرانيا لتصبح أولى سفينتين تستخدمان ممر مؤقتا للأبحار إلى مواني البحر الأسود وتحميل حبوب للأسواق الأفريقية والأسيوية وكانت أوكرانيا قد أعلنت الشهر الماضي عن ممر إنساني في البحر الأسود للاستماح بإبحار السفن العالقة في موانيها منذ بدء الأزمة واتفادي الحصارة الفعلية المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من التفاق كان يتيح لكياف تصدير الحبوب وغدرت خمس سفن حتى الآن ميناء أودسة عبر الممر المتاخم للسحل الغربية للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبولغاريا أكدت روسيا أن قواتها لا تزال تسيطر على قرى بالقرب من مدينة بخموت المدمرة في شرق أوكرانيا ونفت أعلان كياف استعادت السيطرة على قرية أندريفكا كما أفدت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها لا تزال تسيطر على قريتين رئيسيتين على الأقل جنوبية بخموت وكان قائد القوات البرية الأوكرانية قد نشر مقطع مصورا قيل أنه يظهر الاستلاء على أندريفكا قال رئيس لجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطية النيتو روب باور أن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والدخائرات تتجاوز قدرات الحلف جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف النيتو بن رويج وكان رئيس لجنة العسكرية للنيتو قد انتقد تأخر القدرة الانتاجية في قطاع الدفاع وطباط الامدادات واستمرار الأسعار في الارتفاع قال رئيس الوزراء اليونانية كرياكوسا ميتسو تاكس أن بلده تعاني قراء التغيرات المناخية وأعلن رئيس الوزراء اليونانية خلال خطاب سنوي تعزيز دور الجيش لمهجهة عواقب الكوارث الطبعية كما أعلن مضاعفة الاحتياطية الخاص بالكوارث الطبعية ليصل إلى 600 مليون يورو اعتبارا من عام 2024 تظهر ألف الأشخاص في العاصمة السويسرية استجابة لدعوة من النقبات والأحزاب يسرية وذلك لمطالبة بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد كما دعا المتظاهرون السلطات إلى اتخاذ تدبير سريع لخفض أقصات الضمان الصحي التي سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة تأتي التظاهر قبل شهر من الانتخابات النيابية المقرر إقامتها في 21 من شهر أكتوبر كما تأتي في وقت سجلت فيه فواتير الكهرباء زيادة حدة مع ترقب ارتفاعها بمعدل 18% في عام 2024 دكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم كورية الشمالية كيم جونغ أون نقش تعزيز التعاون العسكرية مع وزير الدفاع الروسية سيجي شويغو وخلال زيارته لروسيا تفقد القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ الفرط الصوتية والصف الحربية برفقة وزير الدفاع الروسية وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كام واشويغو تبدل وجهة النظر البناء بشأن القضايا العملية الناشئة في مواصلة تعزيز تنصيق الاستراتيجية والتكتيكية والتعاون والتبادل المتبادل بين القوات المسلحة للبلدين وفي مجالات الدفاع والأمن القوميين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج سباح الخير يا مصر بعض الفوصل ترجمة نانسي قنقر